النفسية الأسبوع ده متأثرة بطلب مصر من صندوق النقد الدولي قرد عشان تواجه كورونا مع إن السيسي لسه صارف مئة مليار لمواجهة الفيروس لحقوا يخلاصوا وكمان عايزين قرد يالعالدي بتودي الفلوس فين طيب ويديني ويديني لعطعانهم المصروف الهابد العلمي انتقل من القوات المسلحة في مواجهة الإتز والكبد الوبائي مع اللوى عبد العاطي اللي بيسحب الإتز من المريض بدهوله صبع كفتة يتغزى علينا إلى اللوى بخيط اللي لما بقوله أنت بتتحكوا عن ناس وبتنصبوا عليهم وبتسرقوا فلوسهم يقوم يقولي أنا عايز أعالج ناسي أنا قلت لك هتناسك؟ أنا هعالج ناسي وناسي راضين وعايزين يتعالجوا عندي إنت مالك يا جماعة يا عصابة القوات المسلحة ده مرض مرض ماينفعش فيه الهابد لازم ليتكلم يكون طبيب ربنا خلقني الطبيب أوصف الحالة لا ده شكله هيكمل هبد وهيجيب ناس تكمل أما ليه؟ مش قلت لكو؟ ده مش بإسمي ده بإسم مصر وإذا كان طبيب الفلاسفة بالهابد العلمي ضارب فشيمة أهل بيته الهابد انتقل الهابد العلمي من المجال العسكري إلى المدني هات له يا ابني المدني اللي هنا الشلولو حلوتك الشلولو انزل بقى بعميدة الهابد العلمي وهات واحد شاي وصلحه ده معناه إن ربنا إن حارس هذا الورد اللي اسمه مصر بيقول لكل البسطاء لأنكم شعبي بيحب يشرب الشاي لدرجة إن دولتكم في لحظة من اللحظات أنتو الدولة الوحيدة في العالم إن كان الشاي جزء من بطاقة التموين دايما كانوا بيسموه فكهة الغنابة هو ده اللي هيعمل الخناقة في منطقة الحنجرة علشان يزق الفيروس من المنطقة دي وهو قاعد بيحاول يفضل لازق هنا علشان يروح على القصبة الهوائية فيدخل للجهاز التنفسي فاحنا بنشرب الشاي بنشرب الحاجة السخنة والمية السخنة وكل حاجة سخنة بس يا ست بس 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 سكوتي مية سخنة إيه؟ انت هتولديهم ده كورونا شوفونا يا جماعها بداية أهدة من كده شوي لسه هنسكن مية سخنة لو عملنا مية دافية حطنا فيها معلقتين ملح ولمون واتغرغرنا بيه اتغرغرنا ومالح بلمون قال للمصيبة المية مليار اللي قال عليهم السيسي لمواجه الكورونا تكونوا جبت بيهم للشعب ملح ولمون ومية سخنة وشلولو والسؤال اللي لازم الشعب يسأله فيين المية مليار؟ مين من الحرمية هبش منهم كامل؟ ولا بتكملوا بيهم بنية الأسور؟ عشان في الآخر بتسحبوا القرد رقم سبعة من صندوق النقد وبتقربوا البلد طب مفيش حد محترم في مجلس الشعب اللي بتقولوا عليه إن فيه ناس محترمة بجد ومش اشتغالة محدش يسأل فيين المية مليار اللي ظهروا فجأة كده واختافوا بلح المية مليار واحنا بنتكلم ممكن برح لما السيد الرئيس كلم في هذا الأمر واقضر هذا القرار هذا المبلغ فجأة يبقى عندنا مية مليار بندهو ظهر ده مش بس خلصه ده العصابة بدأت تطبع فلوس عشان تكفل مرتبات اهي فلوس طقزة هي واللي قابض منكو يبص في الفلوس هيلاقيها لسه خارجة من الفرن شهر أربعة يعني لسه هنشوف تدخم وزيادة أسعار سودا لإن العصابة شغالة طبع فلوس ده غير بقى شروط صندوق النقد اللي سيسي بيشحت منه قرد واللي من أهمها رفع الدعم التام عن كل السلع وتسريح 2 مليون موظف وزيادة الضرائب الموجودة ده غير ضرائب جديدة وكل الشحاتة والمخاطر دي في الوقت اللي سيسي بيبعت فيه طيارات مساعدة طبية لأمريكا وإنجلترا وبريطانيا والصين والبلد بتشحت وبتجرأ في ديون هتفلسها وتشرد أهلها السؤال المهم يا أخوانا المية مليار راحوا فين والسؤال الأخطر هل الاستمرار في نشر المخاطر اللي الهبيدة موديين فيها البلد في ستين دهية في طريق الفقر والإفلاس والاحتلال اللي البلد وقع فيه هل كشف الحقائق دي هيكلل عصابة المسلحة تشعر بالحرج وتقول ياه دول بدأوا يتكلموا عننا همعلم في السوشيال ميديا ولا طريق التغيير ونجاة مصر له طريق تاني مش عايزك ترد دلوقتي بس قبل ما تفكر دوس لايك وسبسكرايب وفعل الجرس وشاير الحلقة لغيرك وعلق بكومنت وشاير الحلقة تاني يمكن تلاقي الحل سلام